خلينا نروح كمان لأن بعض الأخبار السريعة ولحضراتكم أكيد برضو تبعتوها إن احنا استلمنا تحديدا كابتن سيد عبدالحفيز استلم اللي هي الكرات الخاصة ببطولة يعني كاس العالم للأندية ده استلمها من الفيفا واللجنة المنظمة مفروض دي هتكون الكرة الرسمية المستخدمة في البطولة وكمان استلمنا مبارح شهادة توثيق مشاركة الأهلي للمرة التمنى في البطولة يعني يعني أعتقد برضو دي حاجات بتعد أو زي ما بتقال كده يا كريم هتتحط في دولاب بطولتنا أجيال وراء أجيال هتفتاخد دي عطبر التاريخ اللي النادي الأهلي بيحققه يوم بعد يوم وبطولة يعني بعد بطولة بالتوفيق إن شاء الله ولسه عندنا طبعا كواليس كتيرة طبعا لا النادي الأهلي أي نادي ولا جماهير النادي الأهلي أي جماهير احنا منتكلم على كيان استثنائي بكل ما تحمله الكلمة من معنى كيان كبير بيشارك للمرة التمنى بتاريخه للمرة التالتة على التوالي في منافسات كاس العالم للأندية يعني الحقيقة نتكلم عن نادي القرن بكل ما تحمله كلمة نادي القرن من معنى طبعا النادي بيشارك في كل المحافل العالمية المتاحة إنجاز التعبير طبعا بيشارك هذه النسخة في كاس العالم للأندية للمرة التمنى في تاريخه دعا مؤتنكم بشارك